عودة التوتر إلى شبوه فالأنباء الآتية من هناك تفيد بوجود تحركات مسلحة في عاصمة المحافظة عتق وفق مصادر أمنية فإن مجامعة تابعة للنخبة الشبوانية كثفت تواجدها على المدخل الشرقي للمدينة في محاولة منها للسيطرة على المواقع الحكومية ومؤسسات النفط والغاز المصادر ذاتها أكدت على أن تلك المجامعة المسلحة أتت من معسكر عزان وتمركزت بالقرب من نقطة القلفور التابعة للأمن العام في الوقت الذي قامت فيه إدارة أمن المحافظة بنشر قواتها في مختلف أنحاء عتق تحسبا لأي هجوم محتمل على المؤسسات الحكومية وبحسب عضو في لجنة الوساطة التي تشكلت الأسبوع الماضي فإن اللجنة فشلت في إقناع قوات النخبة بإيقاف عملية التحشيد واتهمت اللجنة قوات النخبة بخرق الاتفاق والسعي لتفجير الوضع من جديد كانت وحدات من قوات الجيش والأمن قد تمكنت في الأيام الماضية من طرد قوات النخبة الشبوانية من مدينة عتق وهو ما دفع الميليشيات التابعة لأبو ظبي وفق مصادر محلية لتفجير أنابيب النفط واختطاف العاملين في الشركات النفطية بهدف تعطيل أعمالها تزامنت هذه التطورات مع تحركات ميدانية تقوم بها قيادات إماراتية كبيرة داخل معسكرات الحزام الأمني في لحج والظالع وهو ما جعل معارضين للإمارات يتهمونها بمحاولة تنفيذ خطة انقلاب على الشرعية بعتق عبر سيطرة ميليشياتها على ما تبقى من مواقع النفط والغاز بشبوة ترجمة نانسي قنقر